موسيقى اشتركوا في القناة معركة الجمل بين جيش علي بن ابي طالب وجيش الزبير بن العوام وطلح بن عبيد الله وعائشة ورأينا كيف انتهت هذه المعركة بانتصار جيش علي بن ابي طالب بعدها بعام وقعت معركة صفين التي سنتكلم عليها اليوم معركة صفين هي معركة وقعت في منطقة تعرف حاليا بالحدود السورية العراقية بين جيش الخليفة الرابع الراشد علي بن ابي طالب وجيش معوية بن ابي صفيان الذي كان والي الشام في شهر الصفر سنة 37 هجرية يعني زي ما قلنا بعد موقعة الجمل بحوالي سنة تمام وانتهت بالتحكيم في شهر رمضان من نفس هذه السنة أسباب هذه المعركة عندما استلم عليه بن ابي طالب الحكم امتنع معوية بن ابي صفيان وأهل الشام عن مبايعته خليفة للمسلمين حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان فأرسل عليه بن ابي طالب جارير بن عبد الله البجلي إلى معوية بن ابي صفيان يدعوه إلى المبايعة واستشار معوية يعني قوادة وأشاروا إليه خاصة عمر بن العاص السهمي فأشار إليه بجمع أهل الشام والخروج نحو العراق للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان يعني عمر بن العاص أشار إليه بالخروج للقتال المعركة بدأت يوم الأربعاء واحد صفر خرج عليه بن ابي طالب في اليوم الأول وأعطى قيادة الجيش للأشتر النخي على رأس مجموعة كبيرة من الجيش واخرجها معوية بن ابي صفيان حبيب بن مسلمة مع مجموعة كبيرة من جيشه ودارت الحرب بين الفريقين بشدة منذ الصباح وحتى المغرب وقتل الكثير من الفريقين وكان قتالا متكافئا عدد يعني الجيش كان جيش على بن ابي طالب 130 ألف حسب المصادر وجيش معوية بن ابي صفيان 150 ألف تمام كما سنرى خسائر المجملة للطرفين 70 ألف قتيل 25 ألف قتيل من جيش علي بن ابي طالب و45 ألف قتيل من جيش معوية بن ابي صفيان في اليوم الثاني الخميس 2 صفر سنة 37 هجرية أخرج عليه بن ابي طالب هاشم بن ابي وقاص تمام قائدا لجيشه وأخرج معوية بن ابي صفيان أبو الأعور السلمي ودار قتال شديد بين الجيشين وتساقط القتل دون أن تكون الغلبة لأحدهم وفي اليوم الثالث الجمعة 30 سنة 37 هجرية أخرج علي بن ابي طالب قائدا لجيش عمار بن ياسر الصحابي المشهور وكان حينئذ عمره 90 عام وعلى جيش معوية خرج عمار بن العاص وتقاتل الفريقين من الصباح حتى المغرب ولم يتم النصر لأحد الفريقين على الآخر ثم خرجوا يوم السابت 34 سفر 37 هجرية كان قائد جيش علي بن ابي طالب ابنه محمد بن الحنفية وعلى جيش الشام عبيد الله ابن عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب ودار القتال بين الفريقين من الصباح للمساء وساقط قتل كثيرين من الطرفين ولم تتم الأحدهم الغلبة على آخر ثم خرجوا في اليوم الخامس وكان علي بن ابي طالب يعني عينة عبد الله بن عباس الصحاب المشهور ترجمان القرآن على رأس جيش بينما عينة معوية الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفام من أمه وتقاتل الفريقين أيضا طوال اليوم دون أن يحرز أحدهم النصر في اليوم السادس خرج جيش علي بن ابي طالب بقيادة قيس بن سعد وعلى جيش الشام شرحابيل بن ذيكلاع وكان والده قتل في هذه المعركة ودار قتال شريب بين الفريقين أيضا تساقط خلال القتلى وكثر الجرحة دون أن تكون الغلبة لأحد من الفريقين في اليوم السابع سبعة صفر سبعة وثلاثين يجرية خرج مرة الثانية الأشطر النخيع قائدا لجيش علي بن أبي طالب وحبيب بن مسلمة قائدا لجيش معوية بن أبي سفيان ومع استمرار القتال تبين للطرفين أن أحدا منهم لن يستطيع حسم المعركة ضد الآخر لكنهم في اليوم الثامن الأربعة الثامن من صفر سبعة وثلاثين يجرية قرر استكمال القتال وخرج علي بن أبي طالب بنفسه على رأس جيشه وخرج معوية بن أبي سفيان بنفسه على رأس جيشه ودار بين المسلمين قتال عنيف وشارس لم يحدث مثله من قبل في الأيام السابقة ودار القتال من الصباح للعشاء وتحجز الفريقين حتى سقطت كثير من القتلى والجرحة في اليوم التاسع وهي المعركة استمرت تسعة أيام خرج علي بن أبي طالب قائدا لجيشه وكان معوية بن أبي سفيان قائدا لجيشه أيضا ثم يعني بدأ الكر والفر انكسرت معصرة الجيش معوية ثم استطاع سد هذه الصغرة ثم انكسر جيش علي بن أبي طالب يعني ميمنته ثم استطاع سد هذه الصغرة وقتل الكثير أيضا في هذه المعركة فهذا اليوم يا لما رأى معوية بن أبي سفيان انتصار الجيش علي على جيش طبعا المعركة متكفئة لكن يعني جيش معوية مات منه وكان أكثر لكن مات منه أكثر كان مئة وخمسين ألف مات منه خمسة وربعين ألف بينما الجيش علي كان مئة وثلاثين ألف مات منهم خمسة وعشرين ألف فالجيش ظل متكفئين لكن في اليوم الأخير أحرز علي ابن أبي طالب انتصار جزئيا ونحن نعلم من هذه الحروب القديمة كانت تدور الجيش مقدمة وميمن وميصار وقلب في قائد وفي الساقة المؤخرة كانت حرب تقليدية معوية ابن أبي سفيان لما لقى تقدم نوعي لجيش علي ابن طالب على جيش طلب المشورة من عمر ابن العاص يعني عمر ابن العاص كان يسمون داهية العرب فوضع له خطة للوقوف أمام أي انتصار مستقبلي لعلي ابن طالب فقام عمر ابن العاص بدعوة جيش معوية إلى رفع المصاحف على سنة الرماح طبعا المصاحف في قصدهم هنا بها الصحف يعني مش المصحف نفسه المصحف نفسه كان قدي كده يعني وزنوا 22 كيلو وانه مكتوب على جلد الماعز تمام مش كشكول كده 600 صفحة اللي انت بتمسكه في ايدك ده تمام فوضع وضعوا صحف من القرآن على سنة الرماح ومعنى ذلك يعني ان هما بيحكموا القرآن بينهم ليجعلوا جيش علي يتوقف عن القتال ويدعون علي إلى حكم القرآن وفعلا يعني جاء يعني ما يقارب من 20 ألف مقاتل حوالي ربع جيش المتبقي من جيش علي حاملين سيوفهم على عواطقهم تمام يعني هي رواية بتقول كده اسود الجباه من السجود يتقدمهم عصابة من القراء اللي هما هيبقوا بعد ذلك هما الخوارج اللي يقتلوا علي بن أبي طالب في معركة النهروان القادمة التي سنتكلم عليها فانا دو باسمه قال له يا علي يا علي اجي بالقاومة إلى كتاب الله إذا دعيت وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عرفان فوالله لنفعلنها إن لم تجيبه يعني قالوله إيه يعني في جزء إنشاق من جيشه وده اللي كان بيخطط ليه عمر ابن العاص لما أمر الجيش برفع المصاحف على سنة الرماح عشان يعني يعمل بلبلة وانشقاه في جيش عليه بن أبي طالب تمام ويوقف القتال لأن معاوية كان يرى أن جيش عليه متقدم عليه نوعية تمام نوعا ما وده اللي حدث جيه عشرين ألف مقاتل من جيش عليه يعني شايلين سيوفهم وقالوا له يا علي الناس دعوك إلى التحكم إلى كتاب الله فأجب دعوتهم وتحكم إلى كتاب الله وإلا قتلناك كما قتلنا عثمان ابن عفان فطبعا علي ابن أبي طالب كان في موقف صعب يعني قدامه اختيار من الاثنين انت فاهم الاختيار الأول أنه يمضي بالقتال ومعنى ذلك أنه سيقاتل جيش معاوية وسيقاتل حوالي نصف جيشه أو ربع جيشه بالإضافة إلى جيش معاوية وأن جيشه كده هيضعف تمام وإما قبول بالتحكيم فهو رأى أن أقل يعني الاختيارين خطرا هو قبول بالتحكيم فقابل علي ابن أبي طالب التحكيم وترك القتال واتفقوا على أن لا ينقض أحد من عهده تمام وفي جزء يعني زي ما نبين في الآخر كده يعني قرروا أن هم سوف يقتلوا علي ابن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العص درءا للفتنة وإنهاء لهذا الصراع الدموي يعني تعهدوا على هذا فيما بينهم فنرهم اللي هم الخوارج تمام وتوقف القتال وأذن عليه بالرحيل إلى الكوفة راحل إلى الكوفة بجيش وتحرك معه بجيش نحو الشام تمام وزي ما قلنا قتل من الطرفين سبعين ألف مجزارة يعني سبعين ألف يعني من الطرفين وكان من شدة القتال أنهم كانت رمحهم وسيوفهم تتكسر من شدة القتال فيتقاتلون بالأيدي كما ورد في الآثار المروية ويعضونا بعضهم بعض يعني كانوا يتقاتلوا بالأيدي كان بتوصل مرحلة أن في مجموعات بتتقاتل بالأيدي ويعضوا كده بعضهم بعض انتفهم بعد يعني من تكسرت سيوفهم أو رماحهم من كثرة القتال تمام فكانت معركة شرسة وكانوا يقتلونا بعض كالحيوانات المهم التحكيم التحكيم بدأ بالنذهب يعني كله من الحكمين إلى كل فريق على حدة وأخذ منهم العود والمواثيق على تأمينهم على أنفسهم وأهلهم وأن رأيهم سوف يطبق تمام فالمهم يعني شهد التحكيم من الفريقين شهد هذا فالاجتماع عشرة من كل فريق فمن أصحاب علي بن أبي طالب شهده عبد الله بن عباس والأشعث بن قيس الكندي عشان بسمع الناس بتقبلوها الكندي في اسمها الكندي من قابل الكندة سعيد بن قيس الهمداني حجر بن عدي الكندي عقبة بن زياد الحضرامي ومن أصحاب معاوية شهد الاجتماع عبو الأعور السلمي وحبيبي بن مسلم الفهري وعبد الرحمن بن خالد المهزومي ويزيد بن الحر العبسي وحمز بن مالك الهمداني اجتمع الحكمان في دومة الجندل يعني منطقة دومة الجندل منطقة في منطقة الجو في شمال السعودية تمام يعني عاصمتها الآن مدينة اسمها دومة الجندل تمام طبعا الحكمان اللي هم يعني اتفقوا عليهم كانوا عمرو بن العاص تمام من طرف معاوية بن أبي سفيان وابو موسى الأشعاري من قبل أهل العراق وكان علي يعني لم يكن قابلا لموضوع أن أبو موسى الأشعاري يكون مفاوضا عنهم لكنه استجاب استجابة لأهل العراق ويقال أن أبو موسى الأشعاري خدع من عمرو بن العاص لأن عمرو بن العاص أقنعه بخلع أمير مؤمنين عليه بن أبي طالب وخلع معاوية يعني اتفقوا هما الاتنين يخلعوا عليه بن أبي طالب ويخلعوا معاوية بينما عمرو بن العاص خلع علي بن أبي طالب وثبت معاوية اجتمعوا في دومة الجندل وزي ما قلنا توقف القتال والمهم فيه مثل صحيفة التحكيم جاء في عدة رواب بين السنة والشيعة بعضها ضعيف وموضوع تمام المهم من الاتنين اتفقوا على خلع عليه ومعاوية وأن يعهد بالخلافة إلى أحد أعيان الصحابة الذي توفى النبي ووراض عنهم يعني الحكمين اللي هم عبر بن العاص وابو موسى الأشعري اتفقوا على خلع الطرفين اللي هم عليه بن أبي طالب اللي هو خليفة المسلمين ومعاوية بن أبي سفيان اللي هو والشام وتولية أحد كبار الصحابة الذين توفى النبي وهو وراض عنه تمام فالمهم يعني انتهى الأمر أن عمر بن العاص يعني خدع أبو أبو موسى الأشعري في أنهم بعد هذا الاتفاق ذهب إلى الشام وقال لهم أنه اتفق مع أبو موسى الأشعري وطلع إلى الناس يعني وقال أنه اتفق مع أبو موسى الأشعري على خلع علي بن أبي طالب وتولية أحد الصحابة الذين توفى النبي وراض عنهم مع تثبيت معاوية في حكمه أنه والي الشام تمام بينما ذهب أبو موسى الأشعري إلى الناس فقال لهم بخلع عليه بن أبي طالب وخلع معاوية بن أبي سفيان في نفس الوقت من ولاية الشام فيعني الطرفين كل واحد منهم راح بقول إلى قومه لكن الشيء المشترك بينهم من الطرفين قالوا بخلع علي بن أبي طالب فهذا الأمر هزة من شرعية علي بن أبي طالب نوع ما تمام فيعني نهاية الأمر أن المعركة انتهت بالتحكيم بين الطرفين وخلع عمر بن العاص أبو موسى الأشعري أوهمه أنه متفق معاوية على خلع الطرفين علي بن أبي طالب ومع واب بن أبي سفيان بينما ذهب كلما أخر بخلع علي بن أبي طالب فقط وتثبيت معاوية بن أبي سفيان بينما أبو موسى الأشعري الذي تم خداعه ذهب إلى الناس يقول لهم بخلع علي بن أبي طالب وخلع معاوية بن أبي سفيان تمام لكن يعني بعد هذا يعني بعد هذا الاتفاق أراد علي بن أبي طالب أن ينهض مرة أخرى لقتل أهل الشام تمام يعني أراد مرة أخرى أنه يروح يقاتل أهل الشام لكن ما يسمى بالخوارج انشقوا عنه وامتنوا عن خروج معه واتهموه بالكفر والفسوق كفروا علي ابن أبي طالب تمام مما جعل خروجه إلى الشام يعني خروجه بجيشه إلى الشام بعد التحكيم يتحول إلى معركة بينه وبين هؤلاء الخوارج اللي هم انشقوا عن جيشه وسمي الخوارج تمام أسموهم الخوارج يعني ودي بداية مصطلع الخوارج ويطلق عليهم أيضا الحروريين فتحولت المعركة بين معركة بينه وبين معاوية يعني يذهب لقتال معاوية لمعركة بينه وبين الخوارج أو المنشقين عن جيشه وهي موقعة النهران تمام التي سنتكلم عليها يعني لاحقا في هذا الفيديو فنتج عن هذا الأمر انشقاق جزء كبير يعني الحرب الأهلية اللي هي قسمة المسلمين لجيش عليه وجيش معاوية جيش عليه انقسم على نفسه خرج منه جزء بوهم الخوارج تمام خرجوا على عليه بنبي طالب وكفروه وفصقوه مما أدى به إلى أن يفعل ماذا إلى أن يقاتلهم في موقعة النهران تمام طبعا هو موقفه يعني تراجع بسبب تخاذ الأنصار وتعنتهم وفي المقابل موقف معاوية بنبي سفيان وأهل الشام تقدم واستمر السجال بينهم دون تحقيق أحد من الطرفين مكاسب حاسمة حيث وانتهى هذا السجال الذي استمر سنتين بقيام ثلاثة من الخوارج هم عبد الرحمن بن ملجم البراك والبراك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكر التميمي عقدوا العزم على التخلص من كل من علي بن أبي طالب ومعه بن أبي سفيان وعمر بن العاص إذ رأوا أنهم سبب الفتن والمصائب التي حلت بالأمة فقرروا التخلص منهم هم عندهم حق لأنهم سبب الفتن فعلا وسبب المشكلة عليه بن أبي طالب ومعه بن أبي سفيان كل واحد فيه مراكب رأسه وده مش عايز يقتص من قتلة عثمان الآن اللي هو عليه بن أبي طالب وفي النحية الأخرى عندنا معه بن أبي سفيان يريد يعني أن يجبر عليه بن أبي طالب على القصص من قتلة عثمان ويرفض أن يبايعه خليفة حتى يقتص من قتلة عثمان الملاحظة المهمة اللي اللحظة في معركة صفين ان علي ابن ابي طالب في الاصل كان كاذب يعني هو ادعى اولا انه لم يقتص من قتلة عثمان لان ليس عنده القدرة لانهم سيطروا على المدينة وهو خرج بدولة الخلافة اخرجها من المدينة الى الكوفة تمام لكن كما ذكرنا وكما بياننا جيشه كان كبير يعني كان 130 الف طب بدل ما كان يروح يحارب مع ويا ابن ابي سفيان طب ليه ما استخدمش الجيش الضخم اللي هو 130 الف ده انه هو يدخل للمدينة ويقتص من قتلة عثمان او يقضي عليهم او يقتلهم لو هو كان صادق في كلامه وهو كان عنده فعلا النية للاقتصاص من قتلة عثمان لماذا لم يفعل صح هو لم يفعل انه لم يكن عنده النية ويسيبك بقى من الروايات اللي بتقولك لهم لما الناس بعت علي ابن ابي طالب هو كان رافض ومش عايز مفيش الكلام ده باش هو كان عايز يبقى خليفة من قبل عثمان حتى وكان ناقم على عثمان انت فاهم فعايز تقنعني ازاي ان هو مش راضي انت فاهم ان هو يعني متأفف من هو يتولي الخلافة بالعكس هو تولاه وهو سعيد جدا لانه كان يرى نفسه حق من عثمان ابن عفان اصلا بالخلافة انت فاهم فهو ارى نفسه اولى الناس بالخلافة على عكس ما تدعي المصادر السنية ان هو رفض ومرضيش وبتاع انت فاهم في الاول لا هو كان عايز الخلافة لي وهو يعني فرح بقتل علي ابن ابي بقتل عثمان ابن عفان زي ما بينا وجزء كبير من قتلة عثمان ابن عفان كانوا في جيش علي ابن ابي طالب وكانوا وكانوا قادة في جيشه مثل الاشتر النخي الاشتر النخي اشترك في قتل عثمان ابن عفان ومن اشهر قادة جيش علي ابن ابي طالب اصلا محمد ابن ابي بكر الصديق وهو الذي طعن عثمان ابن عفان في رقبته امسك لحياته وطعنه في رقبته فقتلت عثمان نفسهم هم جزء يعني لا يتجزأ من جيش من جيش علي ابن ابي طالب فمطلب مع ابي سفيان منه بالقصص من قتلة عثمان لم يكن على هوى علي ابن ابي طالب لانهم جزء من جيشه وجزء من ايه من شيعاته واتباعه يعني انت تقدر تقول بمطال بساطة ان اتباع جزء من اتباع علي ابن ابي طالب ساهموا في قتل عثمان بن عفان فلم يكن يستطيع اقامة القصص عليهم لانه لا حاول اقامة القصص عليهم ستفرق الناس منه هيغضبوا منه بقية الجيش بتاعه يعني بقية اباعه سيغضبوا انت فاهم لانه سيقتل جزء منهم ارضاء لمعاوية ابن ابي سفيان فلذلك هو فضل قتل المسلمين يعني شوف بات من المسلمين سبعين الف فضل قتل المسلمين قتلت ايه عثمان فده يبين لك ان هو كان يطمح لانه يبقى خليفة ويظل في الحكم ولا يهم عثمان بن عفان اللي في قتل شر قتله ولا يهم قصص من قتل عثمان ولا يهم اي شيء المهم عنده ان هو ايه يسيطر على الخلافة وتظل الخلافة في يده لتنتقل بعده من بعده لابنائه كما سنرى انت خبالك وتبقى خلافة وراثية فالنزاع بين طرفين خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا يا جماعة لان النزاع الشيعي السني كله بيدور هنا بيدور في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها دي كلا الطرفين لو خدت بالك كلا الطرفين كان عايز يحول الخلافة الاسلامية من الشورى والمبايع والاختيار الى الملكية وراثية تمام يعني علي ابن ابي طالب عايز يأخذها لنفسه عشان يورثها لابنائه كما سنرى الحسن ابن علي والطرف الاخر مع ويا ابن ابي سفيان عايز يأخذ الخلافة لنفسه ولبني امية او على الاقل انت خبلك على الاقل في اسوأ تقدير يعني في اسوأ تقدير يجيب خليفة غير علي ابن ابي طالب اي احد من الصحابة لانا اغلبهم كانوا كبار جدا في السن في التمانينات وفي التسعينات ما نظل حيا منهم يعني يكون خليفة سوري كده وهو يظل والي الشام ومسيطر على الشام فالي الى ان يموت هذا الصحابي الخليفة الجديد فاستولى معوية ابن ابي سفيان على الخلافة الاسلامية واجعلها ملكية وورثية وهما تحقق له تمام فدي نهاية معركة صفين انا خليت معركة صفين انا كتنية ان انا خلي معركة صفين يعني في فيديو واحد مع معركة النهروان لكن انا خلي معركة صفين يعني بمفراضها عشان الفيديو ايه يعني ما يطولش وهتكلم على معركة النهروان التي قام بها علي بن ابي طالب ضد الخوارج في فيديو منفصل الخلاصة اللي احنا عرفناها ان جيش علي بن ابي طالب وجيش معوية بن ابي سفيان تقاتل ليه تقاتل لان معوية بن ابي سفيان اتى بالجيش الخاص بالشام ليقتص من قتلة اثمان فوقف امامه علي بن ابي طالب بجيش فاقتلوا لمدة تسعة ايام قتالا شديدا وقتل بعضهم بعضا وقتلوا سبعين الف من الصحابة وهذا ما يبين ان هؤلاء الصحابة ما هم الا صعالي قطاع طرق يقتلون بعضهم بعضا ويصيلون بحور الدماء من بعضهم فقط للحصول على الملك والخلافة والدنيا ولم يعتبروا لدين ولا شرع ولا لحديث نبي ولا لأي شيء اقتتلوا كما تقتل اي مجموعة من العصابات الصطو المسلح والجريمة المنظمة اقتتلوا مع بعضهم البعض وقتلوا من بعضهم البعض سبعين الف فالمسلمين اللي بيتكلموا عن عصر الاسلام الذهبي ادي الخليفة هو الراشد في عصر الخليفة الراشد المسلمين قتلوا بعضهم البعض قتلوا سبعين الف تمام يعني بالاعداد اللي موجودة في ايام لكنها يعني حرب اهلية انتهت بقتل مثلا سبع مليون تمام فيعني بان ان هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق والارهابيين الذين يتقتلون على الدنيا والسلطة والحكم والخلافة والمال والنساء وان الدين كان مجرد غطاء وضعه محمد لتكوين حزب سياسي عربي يوحد القبائل العربية لكن يعني في هذه المرحلة انقسم هذا الحزب الى حزبين حزب علي ابن ابي طالب وحزب معاوية ابن ابي سوفيان بس ده الموضوع ادي الفكرة وتماني يكون الفيديو اعجبكم وسنكمل بقية هذه الاحداث في الفيديو القادم عن معركة النهروان التي تمت بين علي ابن ابي طالب والخوارج واذكركم في النهاية بدعم القناة بالاشتراف في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبكم ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والى اللقاء في فيديوهات اخرى اشتركوا في القناة